السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تخيل انك في يوم تكون عايش حياة طبيعية زي اي حد وكمان تكون شغال دكتور جراحة في مستشفى معينة بس فجأة بتكتشف ان اصول عيلتك عبارة عن مجموعة من الصحراء والمشعوزين بس قبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول وفي بداية الفيلم بيوصل دكتور لمريضة موجودة في البيت المشعوزين وبيطلبوا منه ان لازم يديها الحقنة المضادة للزهان بس ساعتها بيعترض وما بيرضاش يديها الحقنة الا لما يراجع الملف بتاعها ولما بيراجع التقرير بيلاقي فيه كلام كتير جدا استحالة ينطبق على شخصية زيها وعندها 47 سنة ولما بيرجع ويبص عليها من المكتب بيلاقي شخص بيكلمها او لما بيخرج لها بيتفاجئ ان الشخص ده مش موجود ولما بيسأل المساعدة بتاعتها بتقوله ان ما كانش فيه حد واقف ووقتها بيحس الدكتور ان فيه حاجة غريبة موجودة في البيت ده وعشان كده بينفرد بالمريضة بتاعته وبننتقل بعدها لبطلة المسلسل اللي كانت دايما مقيمة في فاخرة تملكها واول لما بترجع الشاط بتستقبلها والدتها بس والدتها دي اللي كانت متبنياها وبيبان من معاملتها ليها انها بتحبها جدا وبعدها بترجع للمستشفى بتاعتها اللي شغالة فيها وبتبان مدى تعاملها مع المرضى انها متمكنة من شغلها وكويسة جدا فيه بتبدأ بعدها تحضر نفسها عشان تخش قوضة العمليات بتتفاجئ اول ما تخش ان فيه دكتور تاني هيقوم بالعملية هي هتكون مجرد المساعدة بتاعته ورغم ان الدكتور ده كان كبير الجراحين الا انه كان متخصص في الجراحة للبالغين بس مش للاطفال والحالة اللي كانت قدامهم كانت لطفل وده اللي حذرته منه الدكتورة فيلدينج وبتادت تقوله انهم لو ما قلبهوش دلوقتي هيتعرض لنزيف حاد وفعلا فكرتها كانت صحيحة واتعرض المريض لنزيف وده طبعا بسبب خبرتها في جراحة الاطفال وبعد لما بتخرج من العمليات بتتفاجئ ان والدتها موجودة في المستشفى وبتفاجئها ساعتها انها عملت تصوير اشعاعي وان الورم اللي كان في دماغها رجع لها مرة تانية عشان كده بتضطر الدكتورة فيلدينج انها تروح لكبير الجراحين دكتور كلير بتطلب منه انه يتوسط لها انها تشتغل في شركة خاصة بالتجارب على الخلايا الجزائية واللي كانت بتعمل تجارب على المرضى المصابين بالكانسر وبتأكد له ان شغلها ده مش هيأثر على وجودها في المستشفى وان شغلها في الشركة التانية كون سبب ان يكون ليها فرصة كبيرة جدا ان والدتها تتعالج بالخلايا الجزائية بس للأسف بيرفض الدكتور انه يساعدها بيبدأ كمان انه يهين فيها ويتهمها بالانانية ده بيكون سبب كافي ان فيلدينج تضايق جدا وتكون امنيتها الوحيدة انها تقضي على الدكتور اللي قدامها وفعلا وقتها بيتعرض لانفجار وريدي بيحس بصدع رهيب وبيموت وقتها ننتقل بعدها لوالدة فيلدينج اللي كانت عايشة مع واحدة من عمتها من فترة كبيرة جدا قبل ما تتولد فيلدينج وكانت عمتها ساعتها متضايقة جدا انها رجعت تكلم شخص غريب مرة تانية وبتقول لها انها كانت لازم ما تكنتش تكلمه ولما بترجع لقودتها مرة تانية بيظهر لها الشخص الغريب الشخص ده كان اسمه لاشير وبيبان ساعتها ان الشخص ده كان مع امها قبل ما تموت وبقى مع بنتها بعد لما ماتت بيقول لها انها لازم تلبس الفستان وتروح لحفلة خالها وننتقل بعدها فيلدينج في وقتنا الحالي وتبدأ تشرح لوالدتها انها خايفة انها تكون سبب في موت الدكتور كيك وانها كمان عندها قوة مش طبعية وطبعا والدتها مكادش مصدقها بغم ان الموقف ده حصل قبل كده لما كانت فيلدينج صغيرة وانها موتت واحدة من صاحبتها بنفس الطريقة وعشان كده بتفكر انها تدور على والدها الحقيقيين بس والدتها بتقول لها انهم دوروا عليهم كتير وما قدروش يوصل له وكاد فيلدينج بتحاول تدور عليهم يمكن تعرف سبب القوة دي ايه بالزبط واول لما بتسيبها وتمشي بتقوم والدتها تتصل بالتليفون بتطلب من الشخص ده انها تكلم المسؤول عن ملف بنتها وفعلا بتبتدي تدور في الملفات على الشخص ده وبتقول لها انه مش موجود حاليا وهتسيب له رسالة ويبان وقتها من مكالمتها انها عارفة اصرار كتير عن بنتها ومش عايزة تقولها لها وبننتقل بعدها لديرد رويد والدة فيلدينج واللي راحت فعلا لحفلة خالها كورتلاند واللي كان بيمتلك فلوس ووصلتة كبيرة جدا لكنه مالوش في السحر ووقتها كانت جياله من جر عمتها ما تعرف وبيبصوا وقتها للسلسلة اللي كانت لابساها وبيقول لها ان دي كانت بتاعت امك ويقول لها انها انتحرت وشنقت نفسها وفي الحفلة بتصادف بشخص وتتعرف عليه في نفس الوقت بيكون لاشير موجود في الحفلة وفي تاني يوم لما بتصحه بتلاقي الشخص اللي كان معاها مات وفجأة بتظهر عمتها لانها جاية عشان تاخدها بننتقل بعدها للوقت الحالي لما بتيجي مكالمة لولدة فيلدينج من سيبرين ويكون الشخص المسؤول عن حياتها وبيقول لها ان الراجل اللي بتفكري فيه مش موجود في المكان بس رغم كده هو حسس بيه كان بيقصد بكلامه لاشير وبيقول لها كمان ان المسافة ما بينهم كبيرة جدا ما يقدرش يجله وبتوصل بعدها فيلدينج للشركة المسؤولة عن علاج بالخلايا الجزعية ويأكد وقتها لكل الاشخاص الموجودين انهم ما يقدروا يعيشوا سنوات كتير جدا بسبب علاجه بالخلايا الجزعية واول لما بيقابل الدكتور المسؤول فيلدينج بيوافق عليها فورا انها تشتغل في الشركة معاه وكمان هي بتصرحه انها جاية عشان تعالج امها بس بعدها بيفجأها وبيخدها مكتبه وبيطلب منها انها تختار اسم من ضمن 30 اسم موجودين في المستشفى لان الاسم اللي هتختاره هتحل امها محله بس وقتها بترفض فيلدينج المنطق الغريب بتاعه وبتقوله ان اكيد فيه مقعد فاضي بجانب 30 مقعد ورغم كل اللي لقيتوله ما بيرضاش وعشان كده بتقوله فيلدينج لو والدتها عرفت باللي عملته ده هيتموت وبترفض ساعتها انها تختار اسم وبتبدأ بعدها تقوله فكرتها الحقيقية عنه وانه شخص مغرور جدا وبيتعامل بتزييف مع الناس وقتها بيحس بصدع غريب جدا في دماغه وينفجر ساعتها العرق الوريدي اللي موجود في دماغه وبيموت بتتأكد بعدها فيلدينج للمرة التالتة انها السبب وبسرعة بتجري على بيت والدتها وبتقولها اللي حصل بتبدأ والدتها للمرة التانية تقولها انها ما بتمتلكش اي قوة وانها مجرد صدفة مش اكتر ونما بننتقل مرة تانية لدير دراي والدة فيلدينج بنتفاجئ انها بقت حامل انها حامل من الشخص اللي مات في بيت خالها وانها شك ان عمتها هي اللي قتلته بعد شوية بتخرج للبلكونة بتاعت قدتها وبتفكر بعدها انها تنتحر زي موالدتها انتحرت اول لما بتسيب ايديها وقربت تقع قوة غريبة بتسحبها مرة تانية والقوة دي عن طريق الشخص الجريب لا شئر بسرعة بتنزله وبتقابله وبيقول لها انك عن طريق السلسلة ممكن تقدر تحمينها وكمان نقدر نخرج من المكان ده بعدها بتخلع السلسلة وبتطلب منه انها تشوف حقيقته وبعدها هي تختار ان كانت معاه ولا لا بعدها فعلا ابتدى يتحول لكذا شكل غريب ومختار في منهم اللي بيطلع حلو وفي منهم اللي بيطلع وحش ومرعب وبيرد عليها في الاخر وبيقول لها انه هو الشيطان ساعتها بترجع تلبس السلسلة مرة تانية تقبله ان يكون خدمها ومعاها على طول ويرد عليها وبيقول لها انها سحرته دلوقتي وفي الوقت ده بتبدأ انها تولد مولودها اول لما بتنزل بنتها بتاخدها عامتها بحجة انها تطمن على صحتها عند الدكتور ساعتها بتاخد بنتها وبتروح فيها الواحدة غريبة وبتدهلها بتقول لها من النهاردة انك تنسينا بترجع لديردراي وبتقول لها ان بنتها ماتت وبننتيل بعدها للوقت الحالي بعد ما ديردراي كبرت وبيكون معاها الدكتور وبيقلحها السلسلة اللي في رقابتها وبيبدأ يقرب منها ويقول لها في ودنها انه مش هيديها حقنة الزهان وهيجي لها كل يوم عشان يعرف حققتها ويحاول يساعدها وبنكتشف بعدها ان روين فيلدنج وامها المتبنيها ماتت ولما بيكون في المركب بتاعها وسط البحر تحس في حاجة غريبة موجودة في المركب وفجأة بيظهر لاشر بس بيرجع يختفيه مرة تانية وبتبدأ بعدها روين بعد ما والدتها ماتت انها تدور على امها وابوها الحقيقيين وبتتصل بعدها بمركز التبني وبتطلب منهم انها تعرف سجلات التبني سنة 91 بس بتتفاجئ وقتها لما بيقولولها ان سنة 91 ما كانش فيه مؤسسة تبني وان اول حالة تبني عملوها سنة 95 اول لما فتحهم مؤسسة للاسف الكصة دي كانت مفاهمها والدتها للماتت بننتقل بعدها لولدتها لما كان معاها شيطان لاشير بيقول لها ان بنتها لسه عايشة بانها عشان تشوفها لازم تقدر تستخدم قوتها لما بتستخدمهاش وبنتفاجئ بعدها انها رجعت تسترجع وعيها مرة تانية وفي تاني يوم بتسحى روين ولما بتشوف اللاب بتاحها وجدول العمليات ما بتلاقيش اسمها فيهم بتضطر بعدها انها تروح للمستشفى وتسأل الدكتور المسؤول بيقول لها انها موقوفة لمدة اسبوعين ودي فترة كفاية انها تقدر ترتاح فيهم وانها تقدر ترجع للدكتورة النفسية وترجع تاني للعمل فعلا بتطلع للدكتورة وابتدت ساعتها تسألها مجموعة من الاسئلة وفي نفس الوقت بيوصل سيبرين المسؤول عن حياتها للمركب بتاحها واللي كان عنده قدرة غريبة ان اول لما يلمس اي حاجة بيفتكر تاريخها والوقت كمان اللي حصل فيه بالاحداث ابتدت بعدها روين تتوتر لما بتسألها الدكتور وفجأة بتحس الدكتورة النفسية بقلم في دماغها وبتفتكر روين ساعتها انها السبب في كده خصوصا انها لما بتدت تنزل دم عشان كده بتضطر انها تسيبها وتمشي واول لما بتوصل روين لعربيتها بتلاحظ ان فيه عدد كبير من الجربان واقف فوقها ابتدى بعدها عدد من الجربان انهم يموتوا ويقع عليها ووقتها فقرت روين انها تاخد الجربان اللي ماتت ديه عشان تدفنها المواقف ده كله كان بيرقبه سيرنج جريف من بعيد وفعلا بتاخدهم روين على الشط وبتحاول تدفنهم في الرمل وبتتأثر جدا بعدها وبتنام على الشط ولما بنرجع لدردي بترجع تحلم بلا شير مرة تانية وبيقول لها انك لازم تفتكر الكلمات اللي هتحضريني من خلالها وفعلا لما بترجع بتفوق من حلمها بتلاقي الدكتور قدامها والاول مرة بتحاول تقوم وتتحرك بعد فترة كبيرة وبيقرب وقتها الدكتور منها وبيقول لها انه ممكن يحاول يخرجها بس ده هيحتاج منه فترة كبيرة عشان يقدر يخرجها من المكان من غير ما اي حد يحس وبيكرر بعدها انه يديها حونة الزهان بس خارج دراحة وبعدها بتفوق روين مرة تانية وبتلاقي نفسها على الشط وبتبدأ ساعتها انها تتحرك وبتلاحظ ان في حد ماشي وراها وبنلاقي ان الشخص ده هو سيرين جريف وبيبدأ وقتها انه يقرب منها واول لما بيمسك ايديها بيغم عليه فجأة وبيقع على الارض وده بسبب قدرات روين بسرعة بتبدأ تعمل انعاش لقلبه بتحاول بعدها انها تتصل بالاسعاف وقبل لما تمشي الاسعاف بتاخد موبايله وبتحاول تفتحه وبتلاقي عليه صور كتير لها وهو بيرائبها ومن ضمن الصور دي صورة والدتها وهي في البيت وكمان وقت ما كانت صغيرة ووالدتها بالتبني وبعد شوية بيفوق سيرين في عربية الاسعاف وبيقرر انه يسيبها وبتكرر بعدها روين انها تاخد الطيارة وتروح لبيت عالتها واللي موجود فيها والدتها واللي كانت شافته في الصور اللي على الموبايل وفي تاني يوم بتفوق دردراي وبتلاقي نفسها موجودة على الكرسي ووقتها بتكون عامتها خارجة وهتسيب البيت اول لما بتمشي بتكرر دردراي انها تسيب كرسيها وتتحرك بسرعة ناحي بباب البيت عسان تسيبه وتمشي بس ساعتها بتصوفها المساعدة بتكرر انها تساعدها عشان تهرب وفعلا لأول مرة بتخرج دردراي من البيت لمدة 30 سنة واول لما بتنزل روين من الطيارة بتروح لفندق والفندق ده بيكون في عامتها كاروليتا وبتسأل بعدها الريسبشن لو كان يعرف البيت اللي في الصورة ده بس للأسف ما بيكونش عارفه واول مكان بتروحه دردراي هو بيت خالها واللي ما كانش مصدق عينه انها قدرت تتحرر من السجن اللي عاملها عامتها وبتقابل بعدها روين مرشدة سيحية كانت موجودة بالصدفة في المكان وبتوريها وقتها الصورة بتاعت البيت اللي موجود معاه تطلع ساعتها تعرف البيت وبتقول لها ان البيت ده حصل فيه جرائم قتل كتير ومشهور عنه ان بيت اشباح وسحرات وبالصدفة تكون عارفة مكانه وبتكرر انها تساعدها في انها تروح ليه وبعد شوية بتكرر دردراي انها تغير هدومها وكمان بتحاول تستدعي الشيطان لاشير ده عشان يساعدها انها تقدر توصل لبنتها وفعلا بعد شوية بيظهر لاشير في القوضة اللي موجودة في الفندق بتاعة روين وكل صورة بيشوفها بعينيه هي كمان بتقدر تشوفها بتتأكد وقتها ان بنتها موجودة في الفندق وبتقدر تعرف اسم الفندق من المفاتيح وبعدها بيقدر سيبرين انه يتواصل مع روين وبيبدأ يعرفها تفاصيل كتير عن حياته ووظفته وبيتفقوا بعدها هم من الاتنين انهم يتقابلوا وبعد شوية بتوصل والدة روين للفندق واللي طبعا كانت فيه عمتها كاروليتا بتتفاجئ انها موجودة في نفس المكان وانها ازاي قدرت تتحرك من البيت والمرة دي بتكرر دردراي انها ما ترجعش للبيت وتروح لبنتها وبتسيبها بتمشي وتقول لها طالما انا صحي هيبوه اكيد كمان صحي وبتركب الاسنصير وبتطلع على الدور اللي موجود فيه روين وفي نفس الوقت بتسيب روين قدتها بتتحرك ناحية الاسنصير عشان تقابل سيبرين واول لما بيفتح باب الاسنصير بتتفاجئ بولدتها قدامها وبتتعرف عليها على طول سب للأسف بتلاقي ان رقابتها مقطوعة وبتموت وبتحاول وقتها روين انها تساعد والدتها لكن للأسف ما بتقدرش وبيشوفها ساعتها كل اللي موجودين في الفندق بس ما بقدرش يساعدوه وبتيجي الشرطة للمكان وبيبتدوا يسألوها شوية اسئلة عشان يعرفوا القاتل بس للأسف ما بقدرش يوصلوا للقاتل وبتحاول وقتها كاروليتا انها تتقرب من روين وتعرفها على نفسها وبتقول لها انها لازم تيجي معاه بس ساعتها بتشوف ان سيبرين وصل للفندق وبتسيب عمتها وبتجري بسرعة عشان تلحقه وبياخدها بعدها وبيوصلوا لبيته واللي كان مؤمن بشكل كبير جدا بترجع مرة تانية توري له الصورة بتاعب بيتها وساعتها بتشاور له على الشخص اللي موجود في الصورة فبيقول لها ان ده كائن كان ملازم والدتها انه مرتبط دايما بعيلتها والكائن ده اسمه لاشير بس وقتها بيرين جرز الباب وبيضطر ان يسبع ويمشي ولما بينزل بيلاقي ان ده مديره في الشغل وبيقول له ان جاي للحماية عشان يعمل اجراءات الحماية على البيت وده لان روين اكيد معرضة للخطر وبعدها بيشاور لفريق بتاعه بساعتها بيقربه من البيت وبيبتده اجراءات الحماية كتحصين من البيت من اي كائن غريب وبعدها بيطلع سيبرين مرة تانية لروين وبيقول لها ان هيروح الفندق مرة تانية ولازم يسبع ويمشي بس لازم توعده انها هتفضل في البيت بتاعه وفي نفس الوقت بيكون خالها كورت لاند موجود في الفندق ولما بيكون في الحمام بينقصر ازاز الشباك وبيعوره واول لما بيبص في المراية بيتفاجئ ان اللاشير موجود وراه ويكون قادر ان يشوفه ويتعرف عليه وكان لاشير عايز يقتله بس بيقوله ان فيه سحرة التلاتاشر وكان يقصد بيها روين بس بيقوله انها غيرهم كلهم لانها قدرت انها تبعده بعدها بيسيبوا وبيمشي ولما بيكون روين موجودة في فيت سيبرين بيخبط الباب وبتكون اخت سيبرين وبتكون جاية البيت عشان تاخد حاجة معينة وبتتعرف وقتها على روين بس بعدها بيرن جهاز الانذار وده بسبب حريقة كانت موجودة في البيت عشان كده بيتطر كل سكان البيت ومن ضمنهم روين وقودت انهم ينزلوا في الشارع بتقرر بعدها روين انها تسيبها وتروح لبيت والدتها واللي كان موجود فيه وقتها كاروليتا ومساعدة دير دراي وبتديها وقتها مشروب واللي كان فيه منوم وكمان بتديها السلسلة اللي كانت لابسها دير دراي بتقول لها انها سبت هلها مخصوص وبعدها بتفتح لها باب البدرون وبتنزلها فيه وكان من الواضح انها بتعمل كل ده عشان يلبسها الشيطان لاشير بدل اي واحد من علتها وبتسيبها بعدها وبتقفل الباب وبتستمر الروين لطريقها للبيت وبتقابل وقتها جنازة معدية ووقتها بتقرب منها واحدة وبتحاول تتعرف عليها وبتقدم لها مشروب عشان تشرب بنتفاجئ بعدها ان الستة دي هي لاشير وبتاخدها من ايديها وبتمشي في الجنازة بعدها بيقدر سيبرينج ان يوصل للفندق اللي تقتل فيه دير دراي اول لما بيدخل الاسنسير ويحاول يلمسه عشان يعرف مين لقتلها بيحصل شيء غريب وما بيقدرش يوصل للي قتلها وفي نفس الوقت بتفضل روين مع لاشير وبعدها بيحاول سيبرينج انه يوصل لجسد دير دراي فعلا بيروح المشرحة وبيبدأ ياخد لها صور وكان وقتها الدكتور المسؤول عن الحالة شاكك فيه كمان بيبدأ انه يخلع الجوانتي بتاعه وبيه المسرسة يمكن يعرف مين لقتلها وساعتها بيشوف الزكرة الوحيدة لها وهي بتولد بنتها ده كان سبب كافي انه يتأثر جدا في نفس الوقت بيستغرب الدكتور من اللي بيعمله بعد شوية بتقدر روين انها توصل للبيت بتاع والدتها تتفاجئ ان والدتها لسه عيشة وبتطلع من المكان بتقول لها انها لازم تنقلها للعالم بتاعها بس روين بترفض وبتقول لها انها عايزة تكون على طبيعتها بعد شوية بتقدر انها تفوق وتعرف انها مش امه وبعدها بتفوق من الحلم اللي كانت فيه وبتلاقي نفسها موجودة على الارض بننتقل بعدها لسيبرينج واللي كان في المستشفى وبيبعت ليه مديره صورة وشكين ان ده هو القاتل وبعدها بيسيب المستشفى وبيروح للبيت بتاعه اول لما بيلمسه بيعرف ان لاشر كان هنا بيتفاجئ كمان ان روين كانت برة البيت وبعدها بيطمنها ويدخلها تاني جوه البيت وفي نفس الوقت بيكون مساعدة دردراي موجودة في المغزن وبيكون لابسها لاشر وبيكون رافق جسمها وعشان كده بيحاول ان يموتها وبيقرر بعدها سيبرين ان يلمس روين مرة تانية وده عشان يعرف سبب قوتها الخارجية وفي تاني يوم بتصحى الروين في بيت سيبرين مرة تانية وبتنزل بعدها كاروليتها للبادرون عشان تشوف المساعدة اللي لبستها السلسلة بعد الصوت اللي كانت بتعمله في الليلة لقبل كده ووقتها بتلاقيها ميتها وبتحاول تخلع السلسلة من رقابته بس الغريب انها لما بتدور في رقابته ما بتلاقيش السلسلة بيعرفوا ان اللاشر هو اللي خد السلسلة وبعدها بننتقل لبيت كورتلاند وبنته اللي كان بيحضر نفسه عشان يحضر جنازة دردراي وبنلاحظ بعدها ان موجود شخص غريب في مكان معين وبيكون عنده حالة عصبية غريبة جدا وبيكون ماسك في راسه من شدة القلم اللي تعرض له لدرجة انه حاول ينتحر بس الناس انقذته وفي نفس الوقت بتحاول روين انها تتحكم في قدرتها الخاصة عن طريق استعمالها على الحيوانات ولما بيوصل سيبرين بتبلغه وبتقول له مع التدريب هتقدر تتحكم فيها وبيكونوا وقتها بيجهزوا نفسهم عشان يروحوا عزة والدتها وفعلا بيوصلوا كلهم للجنازة بيكون اولهم كورتلاند و كارلتا بس الغريب ان كورتلاند بيقرب من التابوت اللي موجودة في ديردراي وبيطلع من جيبه مقص وبيقطع خصلة من شعرها اول لما بتوصل رون بيلتفت لها كل افراد العيلة وده بسبب انهم اول مرة يشوفوه بس بعدها بيفتح باب القاعة بشكل غريب وتلقائي تخرج منه كمية كبيرة من الورود اللي بتتغطى بيها جسم ديردراي بعد شوية بيجي تليفون لسيبرين وبيضطر ان يسيب رون وبيقول لها انهم لقوا المتهم الاول فقاتل ديردراي و لما بتقرب رون اللي شاهد القبر بتلاقي اسماء كتير لستات نفس العيلة ميتين بتحاول وقتها كارلتا انها تتقرب من رون كمان بتعزمها انها تيجي معاها على البيت ووقتها بيكون بيرائب الموقف من بعيد الدكتور بتاع المشرحة و كمان كان بياخد صور لهم فعلا بتكرر رون انها تروح البيت وبتستنى عمتها في المكتبة اللي موجودة في البيت اول لما بتوصل بتديها مجموعة من الصور واللي كانت فيها والدتا وامها بالتبني وبتعرف انها كانت قربتهم بتحاول وقتها كارلتا تفاهمها انها لازم تبعد عن لاشير وده لانه هيجيلها في اشكال كتير جدا وقتها بيكون وصل خالها ومعها عدد كبير من افراد الاسرة اول لما بتشوفه كارلتا بتتدايق جدا وبتسيبهم ويمشي بيوصل بعدها سيبرين للمركز اللي بيلاقي فيه اللي قاتل ديردراي وكان عنده لسه نفس الحالة العصبية مش قادر يتحكم في نفسه ولا بقى فعاله بيحاول اقسبرين ساعتها انه يقرب منه عشان يعرف ايه اللي حصل بيقول لهم بعدها انه هو فعلا كان معها في المصعد بيقلوا ساعتها كان فاكر انه ممسوس وعشان كده قتلها بيفكر ساعتها سيبرين انه يطارب منه ويساعده بس للأسف بسبب حركة المجرم الصعبة بيكسر رقبته وبينلاقي فعلا انه هو كان ممسوس عن طريق لاشير وبتبدأ بعدها روين تتعرف على افراد اسرته ومن ضمنهم بنت اسمها تيسا اللي بتقع ساعتها بالسنة وبتقول لها انه في كتير من النساء العائلة احترقوا في المكان ده انهم كانوا فاكرين انهم ساحرات بالصدفة بتقول لها انها توجس نفس القوة اللي كانت عند والدتها بس ساعتها بتيجي بنت كورتلاند وبتقطع كلامه واللي بتبتيجي تاخدها وبتعرف على جداتها اللي ماتوا بتلاحظ وقتها ان كلهم بيشتركوا في نفس السلسلة عشان كده بيبدأ خالها انه يدور على السلسلة دي في كل انحاء البيت بس بعد تدوير كتير جدا ما بيلاقهاش بس بيلاقي مكانها بايب قديم وده كان ملك ابوه بعد شوية بتقابل رويند خالها كورتلاند وبتعرف ان كل البيت ده مكتوب باسمها وده لانها ورساة عن امها بس هي بتقوله انها مش محتاجة البيت وكان ساعتها هو كمان عنده فكرة عن لاشير بيقول لها لو عايز تعرفي اكتر عنه اسأليه وبتقطع كلامه مكرلتها وبتديها السبحة بتاعت والدتها وبتلبسها كمان في رقابتها بحجة الحماية بخصوص البيت تتصل بيه وبعد لما بيمشي الديوف بتروح روين وبتخش قوضة والدتها بتلاقي ان في علبها اول لما تفتحها بتخرج منها فراشة وبتفضل بعدها انها تتحرك ولا الفراشة دي لجاية لما بتوصل لقوضة اول لما بيبص على الترابيزة تلاقي السلسلة بتاعت والدتها على طول بتقلع السبحة اللي كانت فرقابتها بتاخد السلسلة وبتلبسها وكانت ساعتها مبهورة بيها جدا بس بتشوفها عامتها كارولتها بتعرف وقتها ان كده اتمكن الشيطان منها وبتاخدها بعدها عشان تتعاشوا امه الاثنين وبتخلي ساعتها كل الطباخين انهم يسيبوا المكان ويقفلوا عليهم الباب وبتاخد وقتها لفة وبتولحها من الشمع نفس الوقت بيكون سيبرين قدر يوصل للبيت لما بيحاول يتصل بروين ما بتردش بيضطر ساعتها ان يخش البيت تمسك بعدها كارولتا اللفة المولعة وبتحاول تولع في اللوحة كمان بتمسك لمبات الجاز وبتبدأ تولع في القوضة كلها لانها كانت عايزة تقضي على روين والشيطان بس وقتها بيوصل سيبرين وبيحاول يساعدها وبيفتح الباب اول لما بيفتحه بتمسك كارولتا السكينة وبتحطها في بطن للاسف بيكون العشير موجود في المكان لما بيحاولوا انهم يخرجوا بتتقفل كل ابواب البيت وبننتهل بعدها للعصور الوسطى ايام ما كان موجود عدد كبير من الصحراء اي حد بيلاقوا منهم بيقتلوا على طول ساعتها بيحضر الفطار رغم ان جرح السكينة لسه موجود في جسمه وبعد لما بيفتره يتعاد نفس المشهد مرة تانية نفس الاحداث ونفس التفاصيل بس المرة دي بيحس بتعب بجسمه للمرة التالتة بيكون الجرح التهب جدا رغم كده بينزي لحضر الفطار للمرة التالتة بس ساعتها ما بيقدرش حتى انه يمشي اول لما بيوصل لروين بتلاحز التعب عليه وكمان بتشوف جرح السكينة وللاسف ما بيكونوش فاكرين اي تفاصيل عن الجرح ده ولما بتروح روين عشان تجيب هدومه بتكتشف السكينة اللي الجرح بيها اول لما بيمسكها سيبرين بيلاحز التفاصيل اللي حصلت بس ساعتها بتعرف روين انه لازم يروح المشتشفى ضروري اول لما بتنزل وتفتح باب البيت بتلاقيه مقفول بس بتحاول وقتها انها تدور على اي باب او شباك تانيين مفتحين للاسف بيكون كلهم مقفولين ولما بتحاول تكسر الازاز مابتعرفش وفي نفس الوقت بيحاول روين انه يرسم مجموعة من التعويز على الباب عشان يتفتح بتتفاجئ بعدها روين ان سيبرين رجع لها مرة تانية لنفس القوضة اللي هي فيه بس حالته الصحية بيكون كويسة جدا وكمان ما بيكونش في جسمه اي قلم وبيبدأ ساعتها انه يشكك في كلامها وبيقول لها ده نتيجة الخبط على راسه بلاحظ ان سيبرين الاساسي لسه موجود عند الباب للاسف ما بينجحش انه يفتح الباب بلاحظ بعدها ان حارس الاسرة القديمة اللي اختفى موجود في البيت وبسبب حبه للي بيحميها قرر لاشر انه يحبسه في البيت ويمنعه من الخروج منه وده نفس اللي عايز يعمله في سيبرين ولما بيقرب سيبرين المزيف من روين بتلاحظ ان ايده مفهاش جوانتي وساعتها بيختفي وبتتأكد وقتها ان ده الشيطان لاشر بتجري ساعتها وبتحاول تنقذ سيبرين وبتكرر وقتها روين انها تعالجه بنفسها في البيت بس بتلاقي ان واحدة من قريبة موجودة في الحمام الجريب انها كانت بتظهر وتختفي وده بسبب موت اختها كارلتها بس روين ما بتهتمش بيها وبتجري بسرعة على سيبرين بتحاول وقتها انها تعالجه بس سيبرين بيرجع يفكرها ان ده ممكن يكون تهيوئات بفعل لاشر وبيكرر ان يضحي بنفسه لو ده السبيل الوحيد عشان تخرق بس وقتها بتقوم روين وبتبدأ تكلم الشيطان لاشر وانها تعمل كل اللي عايزه بس بشرط يخلق سيبرين من البيت فعلا بيختفي سيبرين من البيت بتبدأ بعدها روين تدول على لاشر في البيت كايت لما بتوصل لقودة امها وبتلاقي على سريرها موجود فستان ساعتها بتلبسه وبتنزل على السلالم وبتتفاجئ بلاشر واقف تحت بيقول لها انه ممكن يعمل اي حاجة عشان خطره بيقول لها وقتها ان كل اللي بيحصل هنا بإرادته اي حاجة بتعزها بتحصل بيحاول ساعتها يغريها بكل حاجة هي عايزها وانه كمان يحقق اهلها فورا ويفكرها بكل الذكريات اللي تساعدها بس بعدها بتظهر عمتها كاروليتا من العدم بيقول لها ان هي السبب في موت والدتها وكمان عايزة موتها بيطلب منها انها لازم تقتله وبينلاقي وقتها ان سيبرين فعلا انتنقل للبيت بتاعه وبتلاقيه اخته قودت بتحاول انها تتصل بالمستشفى بس بيمنحها ده لان جرحه معمول من السحر وبيطلب منها انها تستخبى وتهرى بيوصل بعدها للبيت المدير بتاعه واحدة من المساعدين بتاعه بيبدأوا بعدها انهم يعملوا دايرة من الملح حوالين سيبرين وبنفس الوقت بتفضل روين انها تدور على مخرج تاني وبتلاقي في واحدة من القود اخت كاروليتا بتحاول تعرف منها الطريقة اللي استخدمتها كاروليتا في السيطرة على المنزل بتشاور لها على الدولاب وبتخرج منه روين كل حاجة فيه بيخرج المذكرات بتاع كاروليتا بتلاقي فيه مجموعة وصفات والماء المقدس لما بتسألها عن مكانه بتشاور لها في البدرون فعلا بتنزل روين للبدرون وبتاخد الاعشاب بس بيرجع لاشر يظهر لها مرة تانية بيحذرها من كل اللي بتعمله بتتفاجئ بجسة مساعدة والدتها موجودة تحت بتحاول تهرب من المكان لكن بتتفاجئ ان باب البدرون قفل بس وقتها بتركز انها تفتح الباب فعلا بيتفتح الباب بكل سهولة وبعدها بيحاول اصدقاء سيبرين انهم يشفق جرح وبمجموعة من التعويز بتقدر تنقل الجرح ده لجسمها وكمان بتقدر انها تخرج السكينة اللي كانت موجودة في الجرح ده اول لما بتخرجها بيفوق سيبرين على طول بتقدر بعدها روين انها تسيب عميتها على الارض وبتحاول بعدها تفتح باب البيت لكن ما بتقدرش بتقول لها وقتها عميتها ان فيه مخرج وحيد بس في البيت بتبدأ انها تتحرك معها لغاية لما بتوصل للبالكونة اللي في الدور الاعلى لما بتوصل روين ما بتلاقيش اي مخرج تنزل عليه بس ساعتها بتكون قصد كاروليتا انها تنتحر زي ما عملت في باقي اخوتها وده بالنسبة لها الطريق الوحيد اللي تقدر تنقذ نفسها فيه وتقدر كمان انها تقضي على الشيطان ساعتها بتفوق روين وبترفض تعمل اي حاجة هي عايزة بتبدأ كمان انها تستخدم قوتها في انها تقتله فعلا بتقتله وبتقع من البالكونة اول لما سيبرين بيفوق بيبتدي يشرح لقودة اخته كل اللي عمله شغله الاساسي اللي هو شغال فيه بس ساعتها بتحذره انه مش لازم يقرب من روين مرة تانية بعد لما بتموت كاروليتا بتقدر روين انها تفتح باب البيت